اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا كوفيد 19 على العالم تتطلب مزيدا من التعاون الدولي لمواجهتها وبخاصة ما يتعلق بتوفير التطعيمات المضادة للفيروس التي تؤمن تحصين المجتمعات مشيرا إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات وبذل كافة الجهود للتصدي للفيروس وسجلت قصص نجاح مشهودة أبطالها الكوادر الوطنية الذين بوعيهم وعزمهم تأخذ الحملة الوطنية للتطعيم اتجاهها المنشود ما يؤكد التقاء الكل على هدف واحد بروح فريق البحرين الواحد وهو الوصول إلى طريق التعافي الكامل حفاظا على صحة وسلامة الجميع جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد السيد ليو جينج تشينغ رئيس مجلس إدارة شركة شركة الأدوية الصينية حيث نوه سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين وشركة سينوفارم في مجال تأمين التطعيم المضاد لفيروس كورونا وما سبقها من تنسيق مشترك لمشاركة أبناء البحرين وتطوعهم للإنسانية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتطعيم المضاد للفيروس والتي جاءت بالتعاون مع مجموعة جي فورتي تو الإماراتية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها والقائمين على التجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة مؤكدا الحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون بما يدعم المساعد الدولية من أجل تجاوز هذه الجائحة بنجاح وكان سموه على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للتطعيمات المضادة لفيروس كورونا ومنها شركة سينوفارم في إطار الحملة الوطنية للتطعيم الهادفة لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مشنا سموه إلى دور شركة سينوفارم كأحد الشركات العالمية المصنعة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وإساماتها الدولية في هذا المجال من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة سينوفارم شركة الأدوية الصينية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام وحرص على تعزيز الجهود المبدولة للتصدي لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع